حرست الدولة على تطوير محور قناة السويس والمنطقة الاقتصادية وإقامة مشروعات تنموية جاذبة للاستثمارات الأجنبية وتشهد قناة السويس مشروع توسعة القطاع الجنوبي الذي يؤدي إلى استعاب السفن من 6 إلى 8 سفن يوميا مكانة دولية خاصة تكتسبها قناة السويس باعتبارها شريانا وممرا ملاحيا رئيسيا لحركة التجارة العالمية وما توفره من تسهيلات وخدمات ملاحية للسفن والناقلات العابرة تتواكب مع المتغيرات والتطورات المختلفة في منظومة النقل البحري إنجازات عديدة حققتها قناة السويس مؤخرا حيث أعلن رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع أن القناة حققت هذا العام لأول مرة إرادات بلغت 9.4 مليار دولار تطوير مستمر يشهده المجرى الملاحي لقناة السويس إذ تمت إقامة خمسة جراشات إضافية بجانب الخمسة الموجودين بالفعل وذلك حتى لا يتم تعطيل الأمن المستدام لقناة السويس كما تشهد قناة السويس مشروع توسعة القطاع الجنوبي الذي يؤدي إلى استعاب السفن من 6 إلى 8 سفن يوميا فضلا عن وصول المجرى الملاحي لاستعاب 107 سفن يوميا من قافلتي الشمال والجنوب بالنسبة لمشروع تطوير القطاع الجنوبي لقناة السويس فقد تم تنفيذ 94% من إجمال أعمال التكريك بمشروع التوسع والتعميق الجاري تنفيذه وأوضح رئيس الهيئة أن نسبة الإنجاز بالجزء الثاني بموقع مشروع ازدواج القناة بمنطقة البحيرات المرة الصغرى بلغ 53.5% النتائج الأولية للجدوى الفنية لمشروع تطوير القطاع الجنوبي باتت ملموسة إلى حد كبير للسفن العابرة للقناة من الاتجاهين إذ قدمت مواقف ملاحية عديدة برهاناً عملياً على ذلك منها نجاح جهود الهيئة في تجنب حدوث جنوح لناقلة البترول العملاقة سويس آيس سوبريم بعد انحرافها عن مصارها في خط المنتصف نتيجة عطل المفاجأ لتتمكن السفينة من إعادة ضبط موقعها في منتصف القناة وتجنب الجنوح بفضل اتساع عرض المسطح المائي كما نجحت قلات السويس في التعامل مع حادث انحراف سفينة البضائع العامة عن خط المنتصف وذلك خلال عبورها للقناة ما تطلب ربطها بشكل آمن عند ضفة القناة في الجزء الشرقي الذي تم توسعته دون التأثير على حركة الملاحة للسفن التالية هذا إلى جانب حرص الدولة على تطوير محور قناة السويس والمنطقة الاقتصادية وإقامة مشروعات تنموية جاذبة للاستثمارات الأجنبية وذلك في إطار استراتيجية شاملة لتحويله إلى مركز لوجستي عالمي للإمداد والتموين وذلك في وقت يتنامى فيه الاحتياج العالمي لتسهيل حركة التجارة وسلاسل الإمداد موسيقى موسيقى